اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير بعد انتخاب معظم المشاهير الاتراك لكمال كلجدار اغلو وبعد فوز رجب ضيب اردوغان ابدى بعض المشاهير انزعاجهم ومنهم من بكى ومنهم من قرر الهجرة واليكم ما نشره الفنانين نشرت خيال كوجي اغلو صورة لها وهي تبكي بعد فوز اردوغان وعلقت لأول مرة ارى شعبا لا يريد ان يكون سعيدا ومزدهر وبعيدون جدا عن التطور والتغيير من بعد الان لن اعبث مع احد البائع راضي والمشتري راضي تفضلوا وشاهدوا دموعي من اجل دولتي نعم لقد انفجرت اما هازالكايا شاركت بوست مكتوف فيه كان المشي معك في هذا الطريق شرفا لنا شكرا لك لكمال كيليشدار اولو اما بيرجي اكلاي كتبت عزيزي السيد كمال شكرا لك من اعماق قلبي بصفتي فنانة في هذا البلد شكرا لعدم تركك خائد المخضرم مصطفى كمال اتاتورك وحاولت الحفاظ عليه في اذهان شبابنا ستواصل من اجل العدالة والحب لاننا نعرف القوة التي نحتاجها اما احسين روغلو كان تعليقا مختلف حيث كتبت يبدو لي ان الوقت قد حان للذهاب يا اصدقائي قريبا الوداع ساذهب للوفاء بوعدي للناس ولزملائي بايجاد حلول لتحسين نفسي لا اعرف متى لكن ساذهب اريد الحق في ان اعيش مثل باقي البشر اما باستمستو اوزدمر عبر ستوري حسابها علقت اتساءل لماذا يحتفلون وهذا على انصار اردوغان الذين احتفلوا بفوزه ليلة امس وكان هذا تعليق فرح زينب عبد الله عزيزي الجدء الديمقراطي في البداية من اجل الايمان بكل الشباب ودعم امالنا في الديمقراطية والمستقبل بنضالكم شكرا جزيلا لك على تذكيرنا بان لدينا مستقبل مرة اخرى واظهار كيف يكونون ديمقراطيين في هذا العصر بالرغم من كل الضغوطات والمحذورات والعوائق والافتراءات لنسى ابدا كفاحك لاحتضان الناس من جميع نواحي الحياة بالظهور بشجاعة امام الجميع حتى الصباح في كل برنامج في كل وسيلة دون استسلام وكفاحك في هذا الطريق لقد بقيت نظيفا للغاية على الرغم من سياسة المافيا القدرة في هذا البلد لم يرغب الناس في فهمك والاهم لقد اصبحت جدنا الديمقراطي نحن لسنا غاضبين منك نحن نتفق معك اما قمز ارتشل شقيقة هاندا ارتشل نشرت صورة كمال وعلقت كاتبة من الجيد انك موجود شكرا لك عزيزي كمال كيليش داروغلو ونشر سركايت تونجو هذه الصورة لكمال معلقا نحن راضين عنك شكرا لك ليحدث ما هو خير لبلدنا وكان احتفال الفنانين بفوز اردوغان قليل جدا حيث نشر لاعب كرة القدم الشهير مسعود اوزيل هذه الصورة له مع اردوغان وعلق عليها الحمد لله كذلك نشر الممثل التركي فوركان اكسوي احتفاله بفوز الرئيس اردوغان مع هذه الصورة كما ونشر الممثل التركي بهادي ريني شهرلي اوغلو المعروف بدور تحسين باشا في مسلسل السلطان ابن الحميد الثاني احتفاله بفوز اردوغان قائلا حان وقت المتعة اليوم فازت تركيا ولا يوجد خاسر شكرا شكرا